أعلنت وزارة التجارة الأمريكية أن عجز الميزان التجاري وصل إلى أكثر من 859 مليار دولار وذلك في رقم قياسي غير مسبوق أوضحت التجارة الأمريكية أن زيادة العجز بلغت 27% مشيرة إلى أن هذا العجز جاء مدفوعا بانتعاش الطلب المحلي وزيادة التبادلات التجارية مع العالم وذلك بعد عام 2020 التي بدأت فيها جائحة كورونا زيادة غير مسبوقة سجلها العجز في الميزان التجاري في الولايات المتحدة العام الماضي بنسبة بلغت 27% عجز جاء مدفوعا بانتعاش الطلب المحلي وزيادة التبادلات التجارية مع العالم بعد عام 2020 التي بدأت فيها جائحة كورونا وزارة التجارة الأمريكية أعلنت أن عجز الميزان التجاري وصل لأكثر من 859 مليار دولار في رقم قياسي غير مسبوق وانتعاشت الصادرات بنسبة 18.5% على مدار العام غير أن نسبة الواردات نمت بشكل أسرع لتصل إلى 20.5% بسبب ارتفاع الطلب المحلي وأكثر ما استهلكه الأمريكيون في تلك الفترة هو الهواتف المحمولة والمعدات لمنازلهم والألعاب والسلع للرياضة والملابس وفيما يتعلق بالميزان التجاري الثنائي بين الولايات المتحدة وأبرز شركائها ازداد العجز التجاري الأمريكي بنسبة 14.5% مع الصين وبأكثر من ثلاث مرات مع كندا وبـ 19.2% مع الاتحاد الأوروبي